اجرى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والاعتداءات الاسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وباقي الاراضي الفلسطينية المحتلة وجدد سعادة وزير الخارجية ادانة مملكة البحرين الشديدة للهجمات التي تشنها القوات الاسرائيلية على قطاع غزة معبرا عن تعازي مملكة البحرين قيادة وشعبا للسلطة الفلسطينية وشعب دولة فلسطين الشقيق في الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداءات الاسرائيلية وتمنياتها للجرحة بالشفاء العاجل وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تضامن مملكة البحرين مع الشعب الفلسطيني الشقيق مؤكدا موقف مملكة البحرين الداعم بقوة للقضية الفلسطينية وذلك ايمانا منها بحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على اساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما أعرب سعادة وزير الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية وقطاع غزة جراء الهجمات الاسرائيلية المتواصلة التي تشنها القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقطاع مؤكدا على دعم مملكة البحرين للجهود البناءة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية الشقيقة للتوصل إلى وقف اطلاق النار بين دولة اسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة مشددا على أهمية تظافر الجهود الدولية لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانبه عبر معالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني عن شكر وتقدير دولة فلسطين لموقف مملكة البحرين الداعب للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة مشيدا بما عبرت عنه مملكة البحرين من إدانة شديدة للاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤكدا أن مساندة مملكة البحرين لحق الشعب الفلسطيني ومؤزرته في هذه الظروف الصعبة هو محل تقدير القيادة والشعب الفلسطيني